انسى العلم هتلينا واحدة بخواتم وبمونيكير وبدوكير وتقعد تقول لنا الرزق هيجيلنا والله قالت كده هيجيلنا رزق في عشرين عشرين ولا لا عمر أديب طلع عن بارح بيسألها عن رزق المصريين بيسأل الست دي عن رزق المصريين مش بيسأل الكمبيوتر لا بيسأل الست دي عن رزق الكمبيوتر وفاة ثلاث أطباء بكورونا اليوم والنقابة تعلن ارتفاع العدد لمتين ستة وخمسين شهيد وعمر أديب جايبوا واحدة بطرخة تتكلم على ناخده ولا ما ناخدوش ستة أديرة ستة ترفض استقبال الرهبان والكهنة لعنة كورونا ستة أديرة ترفض استقبال الرهبان والكهنة في المعموديات وفات ثلاث أشقاء لنائب برلماني بكورونا وعمر أديب طالع توفي الثلاث أشقاء لنائب إيتيال بارود محمد عبدالسلام حجازي بعد أيام قليلة من فوزه في انتخابات البرلمان وقالت مصادر أن ثلاث أشقاء للنائب محمد عبدالسلام حجازي اتوفوا متأسرين بفيروس كورونا وهم عبدالعاطي وأشرفوا كامل وجاءت وفاتهم على التوالي خلال شهر ربنا يرحمهم الطبيب أسامة أرمية بيطالب السيسي بتعليق عاجل وفوري عمر للجامعات والمدارس لأن الأمور سألت مسألة حياة أو موت اسمع لكن عايزين قرار فوري قرار فوري بتعليق الدراسة للجامعات تحديدا والمدارس أنا عارف أن نسبة الغياب في المدارس ترفعت بس فيه امتحانات ومش عارف إيه ولازم ننزل ولادنا تمام الحضانات يا جماعة ليقدر ما يوديش ابنه أو بنته الحضانة ممنوع ممنوع الحضانة دلوقتي ممنوع تمام خلاص اتصرف معلش دي مسألة حياة أو موت الدراسة تقف وبقرار سيادي وأنا نشدت أكبر رأس في البلد نشدت الرئيس نفسه وقف الدراسة وقف الدراسة من فضلك وقف الدراسة في الجامعات أو في المدارس نعدي بس الشهر ده لغاية آخر يناير أو حتى نعدي الفترة دي ونشوف الدنيا شكلها إيه الفترة الجاية ده كلام عائل ده كلام عائل إنما إعلام سامسونج هيفضل يجذب ويجذب ويدلس عليك ويقنعك دايما إن إحنا العدو وللمرة التامنة يا عمر بتحديك يا كداب إنك تطلع تقول الحقيقة يطلع يقول الحكومة كذبت يطلع يقول الحكومة كذبت في أرقام المصابين وبدلت في كلامها أكتر من مرة من بداية الأزمة من سنة أتحدى عمر أديم وهو على الهوى يقول فين الفلوس اللي جات على آفة كورونا والناس مش عارفة تخش تتعالج أتحداك يا عمر يا ابن عبد الحي مصطفى أديم تطلع تقول لي أين مستشفيات الجيش الستة اللي سيستكلم عليها أتحداك يا عمر يا ابن عبد الحي مصطفى أديم تخرج برة كده عن رسالة سامسونج اللي بتجيلك وتقول فين المستشفى لأربع تلاف سرير الفرق بينا وبينك عمر إن احنا هنا أحرار لحد بينزلنا سكريبت ولحد عندنا بيجينا ورق على السامسونج احنا عمر صوت الجماهير صوت الجماهير بتاع محمد عبد الوهاب الحقيقي احنا بنقول الحياة وبس احنا عمر هنا بنستضيف أهل الزكر سواء كانوا علماء دين أو علماء أطباء ما بنجيبش واحدة دجالة بتاع الثلاث ورقات عشان نسألها عن رزق المصريين في عشرين عشرين ست انت جايبها ومتفق معاها على الأبيج جاية تتكلم عن رزق المصريين في عشرين عشرين احنا يا عمر هنا مش بنكيد لدولة احنا بنتكلم بعل وبنسأل المختصين وما فيش حد مختص هنا فيهم بيفتح المندل او بيقرأ كوتشين عمر